بس شي شي واحد يقول لي عما يتخبو بدي واحد يجي يقول لي أنا بدي يتخبو والله لا أطبعه أنا دفعه أولادنا ودفعه نسوهنا غضبها غضب يجسد مأساة عشرات آلاف العائلات السورية النازحة في وادي خالد عائلات ترفض أن يكون من قتل أبنائها حسب ما تقول رئيساً لسوريا هنا السوريون لم ينتخبوا ولن ينتخبوا بشار الأسد على أي أساس بدي أننتخب إذا دار ما تم عندي أرض ما تم عندي أولاد ما تم عندي علوا يكونوا شايلين شفرة بس لما منع الطريق منع الطريق لما العالم منع الطريق كلها قد حسي هذا اللي عندي ما عندي غيره ينفعل العجوز متأثراً هو خسر أبناء له يروي أنهم حاولوا يوماً تغيير سوريا فقتلوا يقول نازح وادي خالد إن من انتخب من السوريين في السفارة السورية فعلى ذلك تحت الضغط والتهديد لجأ لمحاولة مشان الانتخابات وللي خارج القطر عم يعمل بالهاوية الانتخابية أو بالبطاقة نفسها عم يعمل لها خرق سقف فيها مشان اللي يبدو يرجع يوم ذات الأيام وكان موجود نظام ما يقول أنه أنت ما لك منتخب يعاقب على أساسها هم بدورهم لا يخفون العودة إلى سوريا يقولون إنهم لن يعودوا قبل رحيل الأسد لكن بعضهم لا يخفي خشيته من أن يطاله النظام حتى وهو في لبنان يمكن الصورة ما يوضح على التلفزيون أو على الشاشة بليش؟ هاي الديمقراطية اللي عطيتنا يا دكتور هاي الديمقراطية اللي بتنادي فيها وعم تقول هاي الديمقراطية اللي جبت لكنيها وصدرت لكنيها أنا ما بسترجع طالع وجهة التلفزيون ليش؟ ماني خايف من شيء الحمد لله لأنني ماني عمل شيء بالأساس بس أنا بعرف شبيحتك وبعرف نظامك ويؤكد هؤلاء النازحون أن الانتخابات غير شرعية ومحسومة مسبقا مشهد انقسام سوريا الدولة يرسم أيضا خريطة له بين النازحين منها إلى لبنان فهل يعود هؤلاء الذين لم ينتخبوا الأسد إلى ديارهم يوما ليعيشوا بأمان وحرية؟ وكيف سيتوزعون على الخريطة السورية الجديدة التي تزداد تفككا يوما بعد يوم؟ من وادي خالد دلال معوض البي سي آي